نرحب جميعاً بالحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان حاملة شعلة الربيع العربي أم الثورة وضمن مئة امرأة هن الأكثر تأثيراً خلال المئة العام الماضية إنها توكل كرمان كما جاء وصفها في مجلة التايم الأمريكية أوصاف تضاف إلى أوصاف سابقة بحق امرأة كانت وما تزال ملهمة لنساء اليمن والعالم وضعتها المجلة سابقاً في العام 2005 في المرتبة الأولى ضمن أكثر النساء ثورية في التاريخ وها هي الآن تضعها ضمن الأكثر تأثيراً خلال مئة عام نضالات قادتها توكل كرمان في الشارع اليمني ابتداء من منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة توجت في عام 2011 بدورها القيادي في ثورة الحادي عشر من فبراير وحصولها في أكتوبر من العام ذاته على جائزة نوبل للسلام كسر الباب إذن أمام المرأة اليمنية وغدا النضال الذي كان سراً في المدن صيحة تصغي لها الأمم ويحتفي بها العالم تصدرت بعد ذلك نساء أخريات جوائز دولية مهمة في اعتراف أممي بنضال المرأة اليمنية وقدرتها على قيادة وإحداث التغيير في مجتمع كان يصف صوتها على المدى القريب بأنه عورة وفيما كان اسم توكل على صدر مجلة التايم كانت ياسمين القاضي على منصة التكريم الدولي في الولايات المتحدة حيث اختيرت ضمن النساء الحائزات على جائزة المرأة الدولية لشجاعة لعام 2020 ليلفت هذا التكريم العالم نحو محافظة يبدو أنها منسية وتقع شرق اليمن اسمها مأرب ومنها تنحدر ياسمين اسم اليمن الذي ارتفع في الولايات المتحدة كان قد ارتفع قبل ثلاثة أسابيع من جينيف حيث كانت لجنة جائزة مارتين إنالز تكرم الناشطة الحقوقية اليمنية هودا الصراري تقديرا لنشاطها ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية عهد جديد تعيشه المرأة اليمنية تمضي بثقة نحو المستقبل وإيمان عميق بقضاياها العادلة دون أدنى التفاتة إلى الوراء